علي أشوفك ما شاء الله هذه الفترة كده مسويتان الحين الصيف أحلى وقت بصراحة إن الجو مناسب يعني هو حر بس إنه يمديك تجلس ساعة بس واحدة وأحلى لوني أي فعلا أنا يعني معاك مية بالمية لأنه من جد مرات إذا ما عرف لنختار واقع الشمس المضبوط أكيد الواحد ممكن يتوهق أو لا سمح الله يصير معه حرق صحيح لأن في ناس كثير ترى ما تعرف تفرق إيش الواقي أو حتى إيش النوع الزيوت اللي تحطها هذا اللي اليوم حان يعرف أيهو يقول لك إذا تاب العلم اخذ العلم من أهل العلم أي والله لأن اليوم ويانا خبيرة التتميل منال الحاج وانت بتروحين إياها وتفاهم معاك أنا حتفاهم معاه وأشوف لك الموضوع وحجب لك بس انت اسمعنا أوكي بلأس كيفك يا ماذاك نيحة كيفك مشتائين مشتائين يعطيك العافية الله يعفيك اليوم شايف فيه مأكولات نحن صيفية نحن صيفية هذه أشياء البحر مزبوط هذه أشياء البحر هلأ طبعا كل الناس بتحب تستعمل واق الشمسي أو لا تنتبه على بشارتها بس كمان اللي حابين نقوله اليوم إنه فيه أكل بساعد إنه البشرة تكون فينا نقدر نحافظ عليها خاصة على البحر أنا وافقك 100% أنا قاعدة أشوف دي الفترة يمكن بعض الأشخاص تحمسوا ونزلوا بس فعلا فيه عندهم حروق نتكلم عن أهمية واق الشمس ونرجع للمأكل هلأ طبعا واق الشمس هو شيء كتير مهم نحن نقدر نستعمله كل يوم يعني خلال الشمس خلال النهار ظهرنا لبرة مش بس إذا رايحين على البحر أو رايحين نتشمس لأنه نعمل وقاية إن كان للحروق أو للمثلا للتجاعيد اللي معقولة تبين بعدين فيه الناس بيقولوا والله أنا بس مرة واحدة وهيدا الشيء مش مظبوط لازم نحن نضل نبلش نهتم بالبشرة من نحن وصغار لعمر كتير متقدم أهمية واق الشمس في ناس تحطه مرة وتروح أنا أقعد كل ساعة أحط أحس أنه ما حياخد مفعول مين الصح أنا ولا هم لكن مش ما حياخد مفعول طبعا بيخد مفعول ولكن قمة السان بلوك هو بعيش تقريبا ساعتين وبعدين بصير خف تدريجيا يعني إذا مثلا نحن كتير منتعرض للشمس وإذا كتير منحط ما بنحط كتير واق الشمسي طبعا البشرة بتحترق خلال بعض الظهر إذا كنا حطين بس الصبح يعني مثلا إذا حطينا على الصبح على الظهر لازم نعيد بعض الظهر لازم نعيد خاصة بهذا الجو يعني نحن عندنا حرارة كتير قوية وعالية لأنه في أضرار ممكن كمان تسببها أني أنا أتعرض للشمس بدون واق الشمس إيش أكتر الأشياء اللي ممكن تسير معانا إذا إحنا ما هتمينا وحطينا واق الشمس طيب هلأ في شغلتين إذا بدك نحن منقريهم على الصن بلوك هو الـ UVA والـ UVB الـ UVA هي الأشعة المفوق البنفسجية B يقالي برنينج أو الحروق والـ A يقالي هي أيدجينج أو العمر يعني بتسبب التقدم بالعمر تجايد تصبغات وحروق يعني الاثنين بيكون على الطبقة السطحية وعلى الطبقة الواطية من البشرة فالاثنين بيتقزوا يعني لازم ننتبه من هذه النقطة من جد لازم يكون مكتوب لاثنين UVA و UVB للـ Dermis للطبقة الوسطى مثل ما هون بيكون عم بيين بالـ screen وعلى الطبقة السطحية تنخفف تصدقات إيش تكون لازم مكتوبة عليها؟ UVA و UVB هلأ طبعا نحن أيام نشوف 15 و 30 و 50 صح 10 و 30 و 50 إيش الأزبط 50 يقولوا 50 لكي بصراحة هيدا معلومة غلط لازم الكل يعرفوها البشرة السمرة للـ 30 بتكون أحسن بيكون بتتعرض هي عندها دفاع خاص فيها يعني خاصة السمر الميلانين بيكون عندهم عالة شوي فما بيتأثروا مثل البشرة اللي كتير فاتحة اللي بتكون بيحاجة لـ 50 فالـ 30 كتير منيح بيكون للبشرة السمرة حلو قلتي نقطة مرة مهمة أنه الأكل من جد مهم أو هذا أكيد يعني سلطة وفوكة ومي بس فيه أشياء يعني أنت شايبة وخضرة فعلا أنا أوافقك يعني أنا مثلا قبل الصيف أخذ بيتروت اللي هو الشمندر رمان وجزر وعملهم عصير لأنه على الصيف بلاقي اللوني حتى لما بياخدتان مختلف ما بيكون ما بيكون محروء محروء لأنه البندورة والخيار والجزر وحتى البطاطة الحلوية كأنه سلطة من جد كلهم بيعملوا نوع من دفاع للبشرة برطبوها وهنا أنت أكسيدنت لازم هاري لازم نبدأ على بداية الصيف نأكلها بشكل كتير مظبوط على خلال الصيف وحتى نهار البحر صحيح لأنهار اللي بتكوني على البحر إذا بتخدي صحن سلطة أو حتى بتخدي فويكة مثل البطيخ أو البوميغرينيت للرمان هنهم بيعملوا مضاد للأكسدي ومضاد للتعب اللي نحن منكون معراضين لإله والواتر ميلون في كتير ماي وعشان هيك كمان بننصح بماي دافي أول شيء نعمله ناخد كتير كريمات معانا ولوشن بس من جد في لحظة في تحت الشمس إحما بنعرف نفرق ما بين اللوشن وما بين الكريم إيش الفرق وخلينا نتكلم عنه لحد كمان لما بنشتريه ما بنعرف هلأ لك اللوشن بتكون بطبيعته كتير أرأ كتير أنعم ما بيلزق كتير على الوجه بس أنا بنصح إذا منكون على البحر يكون كريم لأنه حتى لو كان سميك مثلا رحط أنا شوي على الإيد لك كيف في مجال يكون في لون في مجال يكون تنتد للصبايا اللي بدون وجهن يكون فرش أكتر بدون يروحوا على البحر أو حتى خلال النهار في لون معين بجي لسه كنت أقولي أنا أكتر شيء ما أحبه في الواقع الشمس لما يكون لونه أبيض فوش يصير كده أبيض وأنا سمرة يعني مو زبطة لوشن فيك تاخد كريم يكون سميك شوي تتقدر تاخد الحفاظ على بشارتي كتير منيح مع لون يعني حتى فيه ألوان بعد أغمق رح فرجيك بعد هيدا الدرجة أغمق يمكن أغمق شوي حلوين كتير للبشر السمرة حلوين كتير إذا ما بنا نحط هذا واقي شمس وكمان فونديشن لا ما نو فونديشن هو تنتد نحنا منقول واقي شمس مع لون حلو لأنه في فونديشن يعني في ناس ممكن يحرام يفكروا لا ما نو فونديشن أبدا الفونديشن لوحده فيه كون 15 SPF ما بيكون فيه أكتر سوفينا نحطه على وجهنا وفيه كمانا ترك بعد واحدة كتير حلوة كتير حلوة أنا حبيت هذه الترك يلي هي بس هوني تم رجعنا جميع هو السبري يلي فينا نرشه على وجهنا فوق الميكب خلال النهار للرجال للي ما بيحبوا يحطوا بديك بس يعني الله هو بس على الخفيف بينعاد عليه بيعمل نوع من طبقة خارجية غلاف إيونات حتى للأطفال بينعاد عليهم خلال النهار إذا حتى ميكب أنت ما فيك ترجعي تحطي هيدا النوع من السبري بيخفف وكتير حلو إنه بيرطب يعني بتحس إنه شميت شي حلو وحسيت إنه بلاي كل حدا بيشوف الريحة بطريقة مختلفة بس كتير حلو صراح حبيت وحبيت الفكرة يعني منها شاف هناك كريم لسه متكلمنا عنه أوكي هلا بس كنبدأ أحكي إنه الكريمات العادية اللي نحنا دايما منستعملها كل يوم كل يوم منحط الدايلي كريم على وجنا أهم شي يكون فيه سان بلوك خلال الصيف لأنه بيعمل دفاع عن البشرة في مجال يكون سميك شوي أنا صار عندي كتير قصص على إيدي بس هو بيكون سميك شوي بيكون فيه أساسا فيتامين سي وبنفس الوقت فيه سان بلوك بس الكريمات اللي بيكون فيها سان بلوك مش أكتر من عشرين بس أنا حبيت إنه يكون دايلي كريم وكمان يكون فيه سان بلوك لأنه من جد من جد أيام ما تبقى تحط المية شاي مع بعض خلاص هو كريم واحد بس تعرفي إذا رايحين على البحر ما بيكفي يعني إذا رايحين متعرضين لنهار كتير طويل أبدا ما بيكفي لازم من بعد ما نكون حطين الكريم نحط سان بلوك ما بديك تحطي خلي معك سبري أو أقل عجقة أنت عم بتحطيها وكمان فيه بالميكوب في الباودر أو البرونزر اللي نحن منستعملون كمان بيكون فيه هون سان بلوك وهيدا الشي فينا نكون عم نعمل فيه روتوش باودر وفي سان بلوك باودر وفي سان بلوك كمان عن جديد بنا نقولون إنه هنه ما بيكونوا كافيين يعني كتير مهم العالم يعرفوا إنه مش بس والله أنا حطيت باودر في سان بلوك وإنه بنا نضلنا نعيد عليهم خلال النهار فينا نروتش تنخفف الزيوت أو التعرق اللي بيكون على وجنا باودر في سان بلوك بس بري في سان بلوك كرام أساس في سان بلوك ومرطب في سان بلوك أنا منبهرة لأن اليوم فعلا جبت لنا كل الأشكال والأنواع اللي فيها سان بلوك واللي أنا من جد أنا فيه كم شغلة ما كنت أعرف إنه فيها طيب بالنسبة للأطفال الصغار إحنا بيأخدهم حلم بيدنا وبنحط لهم بس سان بلوك وبنقعدهم قد إيش أرجع لازم أحط لهم سان بلوك لأنه أكيد إحنا غير ومتصاص البشرة بتكون مختلفة هلأ الأطفال بصراحة جبت الكبيرة لأن الأطفال لازم نستعمل لهم سان بلوك على كل جسمهم مش بس على وجهن نحنا يمكن الكبار من نركز على وجنا بس ما يصير في تجعيد أو تصبغات بس الأطفال بيحترقوا بيصير في عندهم مشاكل بجلدتهم إن كان تقرحات أو إحمرار بسيط بهذا الحال يجب أن نحط لهم مرة كل ساعة خاصة إذا عم يلعبوا بالمي كل ساعة وعادي يكونوا كثير كثير بيد هيدا إذا ما لبسناه نتيب معرضين كل نهار للشمس في كثير من البنات ما يحبوا يدهم تسمر أنا واحدة منهم يعني ما حب إيدي أشوفها مرة يعني عادة دائما تلاقي يدي من هنا لون ومن هنا لون وبحط سام بلوك هل هذا مثلا في نوع معين أو كريم معين أحسن من أني أحط اللون اللي يجي أبيض مرة أو حتى اللون في أجي إليك شيء كثير مهم شو؟ الكريم اللي بتحطي على وجهك فيه سان بلوك كل شيء باقي فيك تحطيه على إيديك سان بلوك اللي بتحطيه على وجهك كل شيء باقي فيك تزيدة على إيديك هلأ الثاني في مجال يجوي لك تيابك أو إذا دقيت فيه بالغلط فيفضل تحطي للترانسبارن صحيح كل شيء الإيدين لابد أن نحفظ عليهم مثل وجهنا خاصة إذا منسوق صحيح هذه مهمة جد وفي كريم يعني هذه مهمة مزبوط السؤال الأخير لأسل لأنه صيف وفيه كثير ناس متحمس لهذا الموضوع فيه هم الكبار بالعمل اللي عندهم شوية تنمش ويبقوا كمان ياخدوا تان إيش النوع المفضل أو إيش الأشياء اللي تنصحيهم فيها يعملوها هلأ الكبار بالعمل بتكون صارت بشرتهم رقيقة بهذه الحالة ما بينفعهم بس السبري أو ما بينفعهم بس اللوشن لازم يكون كريمي صحيح فالكريمي سان بلوك الغني الريتش كتير بهذه الحالة فينا نحنا نقدر نستفيد أحسن شيء فيه ونقدر نحصل على نتيجة خاصة لالكبار بالعمل الكبار والصغار لازم يكون كتير كريمي منال وحشتنا طلتك وسعيدا اليوم شفتك وشكرا على كل المعلومات ورب يكونوا كل اللي تابعنا شكرا أستفادوا مننا ونروحنا